اهلا بكم الحلقة جديدة النهاردة فيديو جديد من سلسلة خلقات توقعات ونصايح وتحضيرات للأبراج لعام 2021 النهاردة قررنا نتكلم عن بورج الجدي و اهم نصايح لبورج الجدي العام 2021 قبل ما نبتدي النهاردة بورج الجدي يا جماعي سأقول لكم انا سلمة هشيم هي عملاني ميكب بتاعي فشكل ميكب مختلف كده فسلومي بورج الجدي عشان كده انا عملت الفيديو النهاردة على شرف سلومي على بورج الجدي تانكو يا سلمة الميكب يجنن طيب خلونا نتكلم عن بورج الجدي اول حقيقة بورج الجدي سنة 2020 كانت سنة مش هقول انها ما كانت سنة كبيسة ممكن كان سنة كبيسة مدين بس مرضو السنة دي كان فيها اوبس ان دانس كان فيها حاجات كويسة وحاجات صعبة فهي كانت سنة اللي هو نص ونص مش هنقول انها كانت سنة صعبة قوي طول الوقت ولا كانت سنة حلوة طول الوقت هي كان فيها حاجات حلوة وحاجات وحشة على النطاق المادي اعتقد كانت سنة مليانة تحديات كتير جدا او فيها تحديات عملية اه صح ده الكلام ده مزبوط ممكن يكون عندك كان حصل عندك قرادة انفصال او زعل مع شخص اللي انت مرتبط فيها ممكن بس انت اثبت نفسك في السنة دي يا برج الجدي اثبت ان انت شخص قوي اثبت ان انت شخص قادر على المواجهة قادر على ان انت تاخد حقك اثبت يعني دفعت عن حقوقك عن حقوق علتك اثبت ان انت شخص قادر على الاستمرارية من غير ما تعتمد على حد يعني انت تعلمت من السنة دي كتير يا برج الجدي ودي حاجة كويسة او حاجة ايجابية في سنة 2020 ان فيه دروس كتير جدا مستفادة يعني اخدت حقك اتعلمت حقوقك اتعلمت ان انت تحمي نفسك وتحمي يعني وتعرف حقيقة الناس اللي حواليك سواء الناس كانوا مصلح جيين او ناس بتحبك بجد او ناس عايزة تتقرب منك بجد عملت صداقات جديدة دخل في حياتك ناس جيدة بعد عنك ناس ممكن يكونوا ما كانوش مناسبين ليك فكانت سنة بجد انا شايفها سنة لطيفة طيب تعالوا عن كلهم عن عام 2021 بس فيه سويل عيسرهوكو بزمتكو يا برج الجدي انتو خارجين من سنة 2020 مديونين ولا لا ده انا متأكدة ان برج الجدي ممكن يكون خارج عنده ديون يعني كرادت كاردس بقى كتير كتير او عندك حاجات كتيرة ممكن تكون ديون طيب اول حاجة عايزة ان شاء الله بإذن الله لكم ان هي سنة 2021 بتبشركو بسنة ايجابية سنة نجاحات سنة تقدم فيها تغييرات لولبية او تغييرات محورية بحياتك بس عندك امنية غالية جدا جدا على قلبك او هدف طول حياتك بتتمنى توصله او امنية ابتدى يا ربنا كتير اوي عشان تقدر توصل الى برج الجدي هتتحقق يعني عندك امنية الامنية دي ممكن تكون في النطاق العاطفي بتاعك او في النطاق الحب او في النطاق العمل او في النطاق منصب اجتماعي بس في امنية غالية جدا جدا على قلبك هتتحقق في عام 2021 حلم مثلا بتتمنيه حاجة كبيرة حاجة عظيمة وهي شغل لبالك ده ممكن كمان وانت بتكلم وانا بتكلم معك ودلوقتي الامنية دي هتيجي في بالك على طول اعرف ان انت هتكون قادر باذن الله سبحانه وتعالى مع التعب والمثابرة ان انت تقدر توصل لتحقيق هذه الامنية بس انا شايفة ان هي ممكن يبقى ليها علاقة اكتر بحاجة عاطفية ممكن تكون ليها علاقة بالقلب بالحب طيب كمان عندك شراء حاجة غالية جدا على قلبك برضو حاجة نفسك تشتريها ممكن تكون بيت او عربية او ارض او غمارة او فيه شراء حاجة كنت نفسك تتمنيها ممكن تشتري مثلا كاميرا حاجة وتقدر ايه بس فيش حاجة كده انا عارفة برضو ان انا وانا بتكلم انت هتضمر نيتك على حاجة اعرف ان هي دي الحاجة اللي انت هتقدر تشتريها بحاجة غالية كتير جدا جدا على قلبك بورج الجدي انا شايفة ان هي سنة انا هقول سنة تحقيق الحلم المستحيل يعني فيه حلم انت يا ما كنت بتفكر فيه يا ما جي في بالك يا ما كنت بتتصوره عشان كده انا عايزاكوا تكونوا في منتهى الايجابية والطموح يا بورج انتوا اصلا ايجابيين على فكرة ولما بتحطوا حاجة في المخكم معروف وتفضلوا يعني ادكت للحاجة اللي انتوا عايزين لحد ما بتوصلوا لها بس عندك امنية انت هتحققها حط نيتك عليها ركز عليها وخليك ايجابي عشان تقدر تجذب الحاجة اللي انت نفسك فيها وخليكو غمضين وتكلموش كتير عن الامنية دي يعني حاولوا انتوا متكلموش كتير مع اي حاد عن الحاجة اللي انيوبسك فيها الحاجة اللي انت عايز تحققها لان عندكم طاقة حسد قوية جدا جدا من اكتر الابراج اللي ظاهر عندهم طاقة حسد برج الجدي وفيه برج الدلوة كمان وعزراء الناس دي عليهم عيون ومحسودين ففيه طاقة حسد وفيه طاقة حقده وفيه طاقة غل من الناس حواليك كمان فيه طاقة سحر فعشان كده استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان ما تحكوش كتير يا برج الجدي عن الامنية بتاعكم يعني حط قميتك في بالك ما تتكلمش عنها كتير وافتح قلبك كده وإيه يا ربنا لان دعواتك هتستجاب سنة 2021 يا برج الجدي استاذها رشالة وهتوصف لنا سنة 2021 لبرج الجدي هتوصفه لنا بايه انا شايفة ان هي سنة النجاح سنة الحرية سنة التغييرات الكتيرة فيها تغييرات ايجابية وممكن فيها تغييرات سلبية فان شاء الله بسم الله اذا كنت تكون متفقلين هي تكون التغييرات ايجابية عندوكو تغيير عمل يا برج الجدي يعني برج الجدي هيغير عمله لا موحال سنة 2021 فلو انت بتدور على فرصة أو ترقية أو تغيير منصب تغيير وظيفة ركز علشان تقدر ان انت تنجح في ان انت تغير عملك وتغير شغلك فعندوكو تغيير عمل تغيير في العمل شايفة ان انتو هتطلعوا من 2021 متعلمين دروس كتير جدا دروس في حياتكو دروس في عملكو يعني 2021 هتديك درس قوي جدا جدا زي 2020 2020 على فكرة خرجت برج الجدي اقوى خرجته وفق في نفسه اكتر خرجته عنده طموح اكتر فانا شايفة كمان ان سنة 2021 هتعلمك واتخليك مستعد اكتر هي سنة العمل يعني لازم تعمل بجد يعني انت خليك خلي عندك طاقة العمل علشان على قد ما هتعمل على قد ما هتلاقي نتايك وهيجي لك فرص كتير جدا جدا عندك فرص حاول تغتنب هذه الفرص يعني جاي لك فرص ايجابية كتير خليك مركز وخليك مستعد لان انت تلقط الفرص دي وبسرعة زي ما قلت فيه امنية غالية جدا جدا على قلبك انت بتحاول وتسعالها ان انت توصلها فحاول تخطط لها حاول ان انت تحط الامنية مركز بيها استغفروا تصدقوا يا برج الجدل ان زي ما قلت عندكم طاقة حسد وفي طاقة يعني انا شايفة طاقة حسد وطاقة كمان سحرة ممكن تكون عندكم قوية جدا وبينة جدا في قراءات برج الجدل طيب برج الجدل حاولوا كمان ان انتوا يعني حتى في عاطفياتكم يعني لو انت مرتبط او هترتبط او بتفكر تتجوز يا برج الجدل ما تحكيش كتير عن الموضوع الدوة عندكم تغيير في شكلك يا برج الجدل شكلك هو هتغير الاستاء هتبقوا جذبين اكتر وخاصة في اشهر كده معينة هتبقوا اكتر جذبية يعني شهر نوبمبر وديسمبر هتكونوا جذبين جدا جدا يا برج الجدل واكتر جذبية عندكم تغيير في الشكلة ممكن تلعبوا رياضة في فتنس جسمكها بقى حلوة قوي هتغيروا ريتين الشكل ممكن تعملت لقيكم بتهتموا ببشرتكم بتهتموا بصحتكم بتهتموا بالفتنس بتاعيكم اكتر فكل الناس هتلاحظ ان شكلكوا بقى احلى شايف برج الجد هيكون اكثر حرية اكثر حرية يعني هتتمتع بحس المخطرة المخطرة او المجسفة في ان انت تقتنم الفرص يعني دايما ممكن تظهر قدامك فرص هتبقى انت اصلا تستغرب نفسك ان انت هتبقى اكثر مخاطرة يعني هيبقى عندك حس المخطرة لان عندك فرص كتير جدا ايجابية وان انت لما تاخدها هتغير حياتك فرص كتير حلوة فرص كتير ايجابية فرص كتير هتبقى ليها عامل مهم جدا ومؤثر ان هي تغير لك حياتك للافضل يا برج الجد عشان كده بقولكوا ركزوا جدا ان انتو تختلموا او ان انتو تستغلوا الفرص اللي هتظهر قدامكم علشان تقدروا توصلوا لانتو عايزينو علشان تقدروا تنجحوا اكتر زي ما قلت اعمالوا في سرية تامة استعينوا على قضاء حوائقكم بالسر والكتمان ما تتكلموش كتير والله يا جماعة ده ميكب فيه نس بيقولولي رشان انت عاملا لا ده ميكب ده ميكب سلمة صاحبتي يا جماعة اللي حطهولي فيمكن عشان كده شكلي مختلف طيب بس دايما قلت ان هو عام التغيير والنجاحات وعام الاستقرار برضو عندكم استقرار عاطفي يعني ناس المرتبطة اللي بيبتقوا السنة مرتبطين او ناس المتجوزين عندكم استقرار وخاصة في اول العام يعني شهر يناير وشهر فبراير عندكم استقرار شهر مايو شهر ابريل ودجون عندكم استقرار ففيه استقرار قوي جدا جدا في حياتكم العاطفية فيه هدوء فيه كده رازانة كده فانا شايف في الناس المتجوزة ما عندهمش اي يعني اي رازكس مثلا بالعكس فيه دوء ممكن يحصل بس شوية شد وجذب بس انت بتعرف تحتوي المواقف الصعبة يا بورج الجدي بس هي في المجمل سنة كفاح سنة التزامات عندك التزامات عندك مسئوليات اكتر على فكرة مسئولياتك هزيد سواء في العمل او في الاسرة يعني مسئولياتك المالية والمسئولياتك العملية فيها زيادة يا بورج الجدي عشان كده لازم تتعب لازم تبزر مجهود لازم تكافح علشان تقدر توصل للحاجة اللي انت عايزها يا بورج الجدي يا جمعة هوا صورة واضحة ولا مش واضحة طيب انا بس انا شايفة يعني بص اقول لكم على سر خطير جدا هتقوله رشائلات 2020 كانت سنة صعبة بس هي كانت احسن من 2019 بالنسبة لك 2021 احسن من 2020 2022 احسن واحسن من 2021 يعني انت الكرف بتاعك ما شاء الله طالع يا بورج الجدي عشان كده بوعدكو ان شاء الله بسنا لها سنة 2022 كمان يعني انت هتنهي هتنهي السنة بيرفكتلي يعني نهاية السنة عندك نوفمبر وديسمبر هيبقوا اشهر حظة بالنسبة لك اشهر فرص اشهر سعادة اشهر تقدم وكمان على فكرة عايز اقول ان كمان 2020 بتوعدك بنجاحات وسعادة اكتر بكتير كمان من 2021 ان شاء الله بإذن الله انا شايفة عندكو تحرر اكتر حرية اكتر شايفة ان انت عندكو انفتاح هتعرفوا على ناس جديدة هتنفتحوا هتغيروا طريقتكو هتغيروا اسلوبكو شايفة ان هي في المجمل سنة مليانة بالوعود مليانة سعي مليانة تغييرات مهمة جدا فيها ايجابية وفيها تغييرات سلبية شايفة ان سنة 2021 سنة فيها استقرار مالي في البيع وفي الشراء عندكو فرص حلوة جدا في التجارة عامتا لو بتفكروا تبدأوا مشاهرية يعني اثنك ان الاشهر اللي فيها حظ كتير هيبقى شهر فبراير وشهر نوفمبر انت هتكون اكثر جاذبية يا برج الجديو بسبب تأثيره ينوص عليك هيخليك متقلقة خليك جاذب اكتر من اول جون هيبدأ تغييرات كبيرة عليك عاطفيا ممكن يكون عندك فرصة للارتباط خاصة للعزاب او المش مرتبطين عندكو فرصة لارتباط رسمي او بداية علاقة رسمية هممكن تبتدي يعني تصالح حتى لو شخص متخانئين مع بعض يعني تصالح او رجوع او شخص جديد من اول جون بس العلاقة الرسمية هتكلل او عقد قران على فكرة او جواز عقد قران اعتقد هيبقى في شهر تمانية او في شهر تسعة شهر نوفمبر شهر نجاحات شهر ديسمبر عندك شهر نجاحات افضل افضل الشهور على يعني افضل اشهر بالنسبة لك يعني اشهر خريف يعني جون شهر حلو بالنسبة لك جولاي او جس سبتمبر ممكن يبقى فيه شوية عرقيل ومايو كمان فيه شوية عرقيل بس بنرجع تاني لاكتوبر ونوفمبر هي اشهر سعادة او تقدم بالنسبة لك تاني افضل الشهور بالنسبة لك يعني لو حدد شهر يونيو يوليو شهر فبراير شهر مارس شهر سبتمبر فيه شوية مشاكل بعد كده شهر نوفمبر وديسمبر اشهر نجاحات واستثمارات شايفاكو يا برجل عندكو تغيير العمل فلو انت بتفكر في تغيير عمل جو اون في شهر جو اون في سنة 2021 عندكو ترقية عندكو تحمل مسؤولية ازا ما قلت فرص ايجابية كتير جدا جدا الارتباط هيبقى فرص الارتباط اكتر الارتباط الجديد في شهر يا اما في شهر جانيوري وفبروري يا اما في شهر برضو ابريل وجون بس الارتباط الرسمي الفورمال كعقد قران هيبقى في اوجست وسبتمبر اتحكموا في اولوياتكو زبطوا اولوياتكو برجل جد اشتغلوا بدقة اشتغلوا على نفسكو يعني انتو جايلكو عام من النجاحات قراراتكو الشرائية خلوا بالكو منها خلي بالكو من صحتكو خلي بالكو من صحتكو لانه ممكن يكون عندكو معرضين اكثر للحوادث او حوادث بسيطة او حوادث خلي بالكو خلي بالكو من صحتكو اهتموا بصحتكو عشان ما تتحبسوش في البيت يا برج الجد يركزوا في الكلام خلي بالكو من صحتكو يعني صحتكو اللي ممكن يبقى فيها تحديات وعندوكو تحديات برضو ان انتو ممكن تدو ثقاتكو في ناس ما تستحقهاش او تدو فلوسكو لناس تحطوا فلوسكو في مشاريع غير نكحة او ثقاتكو تديها لناس غير امينة فدي برضو النقط اللي تركزوا عليها ثقاتكو انتو تدوها المين ركزوا على صحتكو ركزوا جدا جدا في اتخاذ اي قرارات اي قرارات مالية بالبيع والشراء بس قواتكو الشرائية شايفها كويسة الفلوس شايفة في استقرار لحد ما في المواحي المولية افضل وقت في السنة بالنسبة لكو يا برج يعني افضل اوقات السنة زي ما قلتلكو بالزبط ركزوا فيها يونيو ويوليو وابريل ومايو الاوقات دي انتو عندوكو نجاحات فيها في اي حاجة نفسكو فيها تعملوها اعملوها في الاوقات دكو استثمارات نجحة جدا جدا ومهمة انتو ماشيين بخطة سبطة ناحية تحقيق احلامكم بالمجمل هي سنة نجاحات سنة التقدم سنة تحقيق اماني سنة تغييرات مهمة جدا جدا في حياتك يا برج الجد وهي سنة فاصلة بتنقلك العام افضل كمان اشتغل اسعى اعمل اللي عليك والزيادة خلي بالك من صحتك خلي بالك من انت بتحط فلوسك فين وتحط صحتك في الحب فين ركز في الحتة اللي انا بقولك عليها جدا اشتغلوا بكفاحة اللي عندوكو التزامات اخلي عندوكو تحمل مسئولية انت شخص جدير بالمسئولية برج الجد عشان كده بتمنى لكم كل الحب وكل السعادة وان شاء الله بإذن الله تكون سنة سعيدة وسنة زواج لبرج الجدي على فكرة وسنة ارتباط رسمي وسنة هدوء عاطفي على الناس المرتبطة تانكيو بحبوكو جدا جدا بشكركم وبتمنى لكم ان شاء الله بإذن الله كل الحب قولولي هل سنة 2020 كانت سنة قوية وصعبة جدا وتعلمتوا ايه الدروس اللي تعلمتوها من سنة 2020 اكتبوها لي تحت بالتعليقات